بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أخويا الصناعة التقليدية في هذه الأزمة الكورونا كانت هي بعدها قبل كانت شوية الوقت عينة وذلك الشي مع ذلك شهر واحد وشهر جوج وشهر ثلاثة كي تكون شوية الحركة عينة ومن بعد هذه الجائحة الكورونا حتى هي أطرت على اسميته بزاف ماشي شوية لأننا قلسنا هذه أربع شهر واحنا قلسين وده بقى من اللي خرجنا ما كانش لأننا احنا مرتبطين بواحد القطاعات قراء منها مثلا الأعراس ما كانش التريطورات خاصهم يخدموا باش يكونوا النقفة يخدموا كان بزاف ديال العوامل لي ما خلتش هاد الحرفة تمشي وإحنا دابا كان عانيوا كان عانيوا في صمت كان الناس ما لاقينش ما يصرفوا الناس كانين الخياطة والله كان عرفهم أنا يا والله ما عندهمش الخبز ما عندهمش يكلوه وهاد القطعتهم تشعب بزاف لأنه فيهم مولين سفيفاء وفيهم مولين العقاد كينين في صفره كي يديوا ليهم الناس العقاد وكينهم مولين فيراق وكينهم مولين الحيرا كينلي قاع المحل دياله صدوق لأن هذاك شي مرتبط ببعضهم ما ما كينش القطاع زعماء ما 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 وكنش حال هادي كنا كنا كنعلموا الناس كنعلموا الدراري وكنعلمهم الصنعات دهبا ما كينش دخل الدبا لما كينا وخال ما كينا وقاع ما كينش ولا تسفي فكتباع فالعرام ولا بزاف ديال الحويش كينين وحنا دهبا ما الحكومة ما كتسولش فينا لأنه كين واحد الشاريحة كبيرة كتعيش من هاد من هاد الخياطة هادي التقليديا هاد دهبا القيرات لأنه كينين الناس مشاهو بدلوا الحرفها كي يلي دار شي فور طاكسي هي كي يلي بزاف ديال الناس كنعرفهم أنا أيه بدلوا الحرفها ولو أنت التكسير هو سميت والمهم الإنسان يخرج من هذا أنا تقريباً داباً سبع وثلاثين عاماً ونا في هذا المحل داباً أنا حليت في هذا من بعد من اللي قالوا لي نراها تاتحلت حلوه ذاك شي حليتنا داباً ما شدت تشي ببياساً ما شدت تشي فلوس كان جيل المحل كان ضل فيه النهار كله ومن بعد كان مشيف حالي لو ملقيتش أنا أولادي والمرأة دي هالي باش يوكلوني الخبز ما ناكلش الخبز أنا وكان إن واحد العدد ديال الناس ملقوش ملقاش ليوكلوا ما عندوش الولاد مثلاً كبار ما عندوش الولاد كي يخدموا عليه شوية ما كينش الناس كتعاني بزاف ما لقاتش الخبز والله العظيم إلى الناس كتعاني في هذا القطاع هذا ديال الصناعة التقليدية كي ينعيالات كي يخدموا الدفيرات كي يخدموا عقيدات كي يخدموا شوشات كانوا كي يجيوا عدناها هالي كتصور ربعمية في النهار ليتصور اسميتو كنا معايشين معنا الناس وعايشين احنا ومعايشين معنا الناس وكانوا يخدموا معنا الناس بولداتهم عندهم ولاد وعندهم كارين كي اللي جي من البادية وكي اللي سكن هنايا كنا كان ساهموت احنا في واحد الاقتصاد ديال المجتمع مثلا باش ما نقولش للبلاد وانما في المجتمع كنا كان ساهموت احنا يا بدورنا في اسميتو ولكن دابال غالب الله